عشان فيه حاجات اكبر ما احكيتهش اه ممكن حاجات اوحش اصدقى كثير ومش هينفع حكية ولا هينفع تتنسيها ولا مش ادرا مش عارفة تتنسيها منعوها من التمثيل وخطوا عليها ضرائب باسعار خرافية وطلعت تستغيث بالشركة المتحدة علشان تنقذها من اللي هي فيه رندة البحيري قررت تخرج عن صمتها وتطلع تستغيث من اللي بيحصل فيها يا ترى مين اللي بيهددها واللي بيعملوا معها كده تعالوا بينا نعرف الحكاية بالتفصيل رندة البحيري من سنين ابتعدت تماما عن التمثيل ناس كتير كانت بتقول ان المخرجين هم اللي بيختاروا وناس قالوا انه نجمع ما بقاش لامع زي زمان وكلام كتير لكن في وسط ده كله كانت ملتزمة الصمت وما كانتش بتطلع وتصرح بأي حاجة عن الموضوع ده لحد ما ظهرت من قريب وكشفت ان الموضوع مش زي ما الجمهور فاكر ده بيتعرض عليها اعمال بالكوم وكانوا المنتجين والمخرجين بيجيبوها مخصوص لكن في شخص معين هو اللي منعها من التمثيل وهو السبب انها تقعد في بيتها لكن ما ما كشفتش وقتها اي تفاصيل عن الموضوع علشان تظهر من تاني وتكتب بوستن بارح وتقول انها بتتعرض للتهديد وكتبت رندة وقالت السيد نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد هذا ليس بيان شجب ولا شكوى ولا اي شيء اخر كل ما في الامر عرض موضوعي على حضرتكم لقد حوربت وتم منعي من العمل بدون ابداء اسباب وبالفعل بعد اكثر من بروفا لاكثر من عمل واكثر من محاولة لدخول اعمال فنية بلاقي نفسي اتشلت منها ومش فيها والعمل بيكمل عادي من غيري الكلام ده بيحصل بالزبط بقاله اكتر من سبع سنين وبيحاولوا فيه بقالهم اكتر من تلاتتاشر سنة بمساعدة احد الاشخاص خارج المجال الفني وكملت رندا وقالت انا بتعرض بقالي اربع سنين دلوقتي لضغط لا يمكن وحدة ستة تقدر تتحملوا لوحدها انا مشتكتش ولا خليت شكل الفن والفنانين وحش والتزمت الصمت وكنت طول عمري شخص ماشي صحي جدا فيما يخص الاوراق وحق الدولة وضرائبي كلها مدفوعة من الفين واربعة يعني بقالي عشرين سنة بدفع الضرائب واظن لو انا شخص مش ماشي صحة مع الضرائب كم من زمان هتلاقي حد قال رندا ما دفعتش او ما عملتش او كذا او كذا وما حدش اصلا يقدر يشكك في حب البلد الشديد ووطنيتي ونزهتي الحمد لله رب العالمين اكتشفت من فترة انهم حطين علي درائب جزافية بالرغم من اني ما بشتغلش في التمثيل اصلا وبجد والله ما بطلب شغل انا اصلا فقدت الشغف كممثلة ومش عايزة اشوف وش الكاميرا دي تاني انا فعلا كل اللي طلبها انكم تسيبوني في حالي ناس كتير بعد البوست ده اتعاطفت جدا مع رندا وطلبوا ان مشكلتها تكون ترند والناس تتكلم عنها وطلبوا منها انها تكشف اللي بيحصل معها ومين اللي ورا الحكاية دي وبيعمل معها كده ليه تفتكروا مين السبب في كل الازمات اللي تتعرض لها رندا البحيري اكتبونا رأيكم في التعليقات